لا زال ملف الإغاثة من أبرز الملفات الشائكة والمثيرة للجدل في الحرب اليمنية ومثلما تورث الحرب الجوع والفقر والأزمات الإنسانية فهي أيضا تنتج اقتصادا جديدا عادة ما يعرف باقتصاد الحرب كناية عن الفساد والاختلاسات المالية الكبيرة التي كثيرا ما تكون الإغاثة أحد مجالاتها المهمة والحيوية تعهدات والتزامات عديدة منحت أو تم الوعد بمنحها لكن ما وصل ويصل منها قدر يسير هذا ما يقوله اليمنيون الذين أعلت أصواتهم وكثرت تساؤلاتهم عن مصير المساعدات حيث طالب المعلمون الحكومة اليمنية والبنك المركز اليمني ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف بصرف مبلغ المنحة التي وعدت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قبل شهرين ونصف واتهم المعلمون الحكومة والمنظمة الأممية بنهب أموالهم حكاية نهب المساعدات التي لم تصل إلى اليمن تلك قصة ونهب المساعدات التي وصلت إلى أياد الميليشيا تلك قصة أخرى حيث أفاد العديد من الناشطين أن الميليشيا تقوم باستلام مساعدات بأسمائهم منذ أعوام دون علم لهم بالأمر تسليم المساعدات إلى أياد الميليشيا أمر كثر انتقاده بالعطف على ما تقوم به الميليشيا من نهب لتلك المساعدات وتحويلها إلى السوق السوداء لكن تلك الانتقادات ظلت خارج تفهم الجهات والمنظمات المشرفة على توزيع المساعدات وهو أمر جعل من اللعب بالمساعدات تجارة رابحة لتجار الحروب وضاعف من معاناة السكان الذين تركوا وحيدين في مواجهة الجوع وسوء التغذية ترجمة نانسي قنقر